بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله الأخوة الكرامة الأفاضل المشرفية السلام والصحة المهنية مرحبا بكم في محاضرة جديدة من مادتنا تحليل بيانات السلام والصحة المهنية وقفنا قبل العيد في مقاييس النزعة المركزية كانت في الجزء اللي تابع لدراسة الحالة ومرضنا في السابق بعرفنا الحالة هي شنو وأهمية دراسة الحالة وشروط اختيار الحالة ثم بعد ذلك تطرقنا إلى مصادر الخطأ في دراسة الحالة وقلنا هم نوعين خطأ الصلفة وخطأ التحيز تكلمنا بعد ذلك عن خطأ الصلفة لوحدهم ثم خطأ التحيز طبعا تكلمنا بشيء من الاختصار يعني أن المادة بتاعتكم هي الهدف منها تفيدكم إفادة علمية عن المواضيع دي أما التفاصيل تحتاج إلى كورس مخصص للحاجة دي طيب بدنا في مقاييس النزعة المركزية وقلنا يا شباب في مجال عملنا لما نجمع المعلومات أو البيانات سواء كان بيانات نتيجة عبارة عن أحداث متكررة بيانات نتيجة عبارة عن مثلا إصابات بيانات نتيجة عن سميناه وقائع والواقع وقائع يقولنا هي عبارة عن حاجة حصلت لكن ما نتج منها الضرر دي كلها أنا كمشرف سلام وصحة مهنية أو مدير سلام وصحة مهنية أحتاج أني أقرأ أو أفهم أن الحاصل ده يعني حصل كم مرة مثلا في الشهر الماضي تكررت الحاجة دي كم مرة وما قبله كم مرة وبالتالي المتوقع في الشهر القادم ده كم مرة علاقة الحادثة دي مع البيئة هل كانت لها علاقة مثلا مع موسم فصل بتاع أمطار أو فصل بتاع الصيف أو علاقتها بالرطوبة العالية أو علاقتها بنقدر نفهم الحقائق الوقاية المعلومات دي عندما أنا جميعي يا شباب محتاج لي وسائل تساعدني في فهمها يعني مثلا الشهر الفات جاءتني عبارة عن عشرة تقارير لإصابة عمل كون رقم كده عشرة ما بيعني لي شيء ما لم أحلل الرقم أبو مقارن ما بين الشهر القادم أو القبله كانت 15 إصابة لكن خمس مننا كان من النوع العالي خمس مننا من النوع المتوسط خمس مننا من النوع الطفيف الشهر رجعتني عشر إصابات لو الواحد نظر إلى العدد بكل خلاص الحمد لله الشهر الفات كان في 15 إصابة والشهر ده 15 إصابات كده الحمد لله إحنا ماشيين بصورة طيبة لكن لما أبدأ أعرف نوع الإصابات ألقى أنه العشرة إصابات اللي تمت في الشهر الحالي كلها من النوع العالي أو الهاي يبقى كده من ناحية أرقام أنا قد أكون إن خدعت إنه الله الإصابات قلت ولكن من ناحية الخطور وجدت إنه الإصابات اللي تمت في الشهر الحالي عشرة إصابات من النوع الهاي اللي هي عبارة عن مثلاً كسر يؤدي إلى غياب العامل شهرين ثلاثة شهر مثلاً أو عبارة عن إصابة يعني أوقفت العمل مدد إسبوع أو إلى آخر وقد يكون أدت إلى حياة إنسان فهنا لما أنا أبدأ أحلل المعلومات وما أنخدع بالأرقام بجد إنه لا أنا الآن في خسارة كبيرة كون الشهر الفات كانت في خمسة إصابات عالية وخمسة من الوسطة وخمسة طفيفة بينما الشهر الحالي عشرة إصابات عالية يبقى فيه إشكال يبقى الأرقام خدعتني لكن لما اندخلت في البيانات وبدأت أحد إلى البيانات شفت إنه لا بالعقس نحن ماشيين في صورة متدهورة الإصابات بيقد كلها هاي بيقد تخصر الشركة إنه يغيب العاملين ما لا يقل عن شهر أو شهري أو ثلاثة شهر وبعد العلاج الأول يحتاج العامل إلى علاج طبيعي وبعد ذلك إلى علاج نفسي يعني ممكن يتغيب العامل أربعة شهور من العمل والشركة غزباً عنها تدفع للعامل ده رادب الشهري وتدفع له تكلفة العلاج لأنه ده إصابة عامل تمت في إطار العمل والعامل كان ملتزم بكل وابد السلام والصحة المهنية إنما حصلت أخطاء نتيجة لعدم صيانة مثلاً في المعدات نتيجة مثلاً لانقطاع في تيارك عربية ده ما مشكلة العامل فنحتاج إلى مقاييس نقدر نفهم منها المعلومات طبعاً تكلمنا عن مقاييس النزع المركزي بسم ما بنا برعاً central tendency وهي صراحة أنواع كثيرة منها الوسط الحساب ومنها الوسيط ومنها المنوال ومنها الانحرافة الربيعي ومنها الانحرافة المعياري وهي منها مقاييس كثيرة نحن الآن نأخذ بس الثلاثة العساسية دي أكثر المقاييس تكراراً واستعمالاً فيما يتعلق بعلم الإحصاء وعرفنا وقلنا يا شباب النزع المركزية كعلم هو متعلق بالإحصاء ومادتنا دي بشكل عام خمسين في المئة منها أو سبعين في المئة منها إحصاء نجيب معلومات بنحصيها ثم الجزء المتبقي هو تحليل التحليل وبرضو عنده وسائل التحليل دي إن شاءنا نأخذها في باقي المحاضرة في باقي المادة من الله سبحانه وتعالى وقلنا عندما تكلم عن نزعة تعني نزوع المشاهدات أو الأحداث من الاقتراب أو الابتعاد عن نقطة الوسط اللي هي المركز نحن مثلاً عاوزين نحافظ على إنه تكون إصاباتنا أقل ما يكون أو صفر فعندما تحصل أحداث بنحاول نشوف مادة تكرارة هل نحن قادرين نحقق هدفنا ولا لا لا نحن مبتعدين جداً لأن الأحداث في زيادة مضطردة والذي إحنا الآن ماشيين بفضل الله بنقلل في الأحداث عشان نقدر نفهم الكلام ده نستفيد من مقاييس النزعة المركزية وقلنا أشهر الوسط الحسابي على رسماتك مين أو ممكن نتتفي بكلمة مين الوسيط ميدياً المنوال مود تكلمنا عن وسط الحسابي وتكلمنا عن الوسيط فضلنا منوال لكن زميلكم قال لنا عاوزين أمثلة أكتر وضوحة فأنا جبت الآن أمثلة أكتر وضوحة وبرضو بفترة غيابنا حق العيد قريباً لعشر يوم والآن تقريباً لو أخذنا منه قريباً لأسبوعين نحن توقفنا على الدراسة فلعل الناس نسيات الأشياء دي فحمر بها مروا سريعاً ده الآن مثال لمقاييس النزعة المركزية عندنا مؤسسة على سبيل المثال عاوزة تقيم في السنة الأعدة متوسط عندها مثلاً مؤسسة بتبيع هنا عبارة بتبيع جتار يعني مؤسسة بتبيع أجهزة موسيقية نحن ممكن نجيبها في أمثلات نحن مثلاً عندنا شركة أو مصنع أو مستشفى أو أياً كان مؤسسة عاوزة تشوف في السنة الماضية معدل الإصابات كان شكله كيف على سبيل المثال في كل شهر حصلت كم إصابة ده في المرحلة الأولى يمكن طعمها ده قيام بتحديل آخر اللي هو بيدخل في أنواع الإصابات نحن الآن نخذينا في الجانب الأول الإصابات فعندنا مين مندر وسط الحسابي ميدين الوسيل مود داء المنوان المنوان إن شاء الله سيتكلم عنه في خلال اليوم بزل أصبع عاوزين نحن مع نهاية شرحنا للمين نقدر نفهم كيف نحسب الوسط الحسابي من المعطيات دي وفي شرحنا للميدين اللي هي الوسيل نحسب كيف نقدر نحسب الوسيل من خلال المعطيات دي وفي شرحنا للمود كيف نقدر نحسب المود من خلال المعطيات أو المنوان من خلال المعطيات دي طيب عرفنا الوسط الحسابي يا شباب بقولنا هو نتيجة عملية جمع البيانات عندنا بيانات سلقنا عدد إصابات عاوزين نقارن إننا شهور إصابات تمت في شهر يناير إصابات تمت في شهر فوبراير إلى شهر نيسم ولو شهر 12 فعاوزين نشوف نحن كقسم بداء إدارة السلام وصحة معنية تكرارت إصابات عندنا يقول لك والله إحنا ندعنا نشوف المتوسط كان كم يبقى عشان أجيب المتوسط أنا هأجمع البيانات وأكسمع العدلة وذكرنا إنه يستفاد من الوسط الحساب في المقارنات تقول الله نعم في الشهر الأول كان متوسط الإصابات كذا أو في السنة الأولى بينما في السنة الثالية كان كذا كده أستطيعنا أقارب أو بين مجموعتين عندنا مثلا نحن كشركة قسم بداء سلام وصحة معنية أو شركة إنشاءت عندها ثلاثة مواقع عاوزين نقارب من أيهما أكثر إصابات من ناحية المواقع وأيهما أقل كذلك بنستفيد من التقني نقول إن إحنا مثلا في الموقع A فيه إصابات معدلة كذا متوسطة كذا الموقع B في الشهر الفات إصابات كام متوسطة كده الموقع C في الشهر الماضي إصابات كام متوسطة كده وبالتالي الموقع المسهر الرغمي B هو الأقل من ناحية إصابات بالتالي الأكثر من ناحية السلام عشان نقال نحتاج كذلك لإستعمال الوسط الحساب هو من أكثر مقاييس النزعة المركزية استخدامه تلقى من أكثر المقاييس استعمالا لو سألت يقول لبسك كده ديناء الحاجة يعني تقديرا كده حصلت كم الوسط بتاع الحاجة دي كم دي أكثر استعمالا طيب تكلمنا قلنا إذا كانت القيم متطرفة يعني في تباع مثلا قيمة واحد بعدها عشرة بعدها مية بعدها عشرة ألف دي قيم متطرفة جدا لا يمكن استعمال الوسط الحساب كوسيلة من وسيلة تحليل هنا نبنجي بعدها نقيم قيم أفضل ievers لتكون هي الوسيل على سبيل المثال طيب أخذنا كمثال ليه وجدنا مثلا دي عبارة عن بيانات تمام ومنا本ا بيانات دي عشان نحسب الوسط الحسابي ليها قانون بقول الوسط الحسابي ساوي ناتج جمع البيانات مكسومة على عدد البيانات البيانات الأمام Attorney 81 89 92 85 93 عشان نحسب ليها الوسط الحسابي قلنا لا نحتاج أولا إلى ترتيبها تصاعدين أو تنازلين لأنه فينا نحا أجمع كلها جمعناها القيناة عدد 440 قسمناها على خمسة طلع على عدد 88 يبقى القيمة الوسط للقيمة الخمسة دي هي القيمة 88 اللي يتجع ما بين 89 و 85 لا نحتاج إلى ترتيب البيانات تصاعدين أو تنازلين زي ما هو هيكون في الوصف ناخد مثال الآن نرجع لزميننا نقول له دالي ناخد المثال للقبير عرضناه في البداية عندنا هنا دي كمؤسسة عاوز تعرف نسبة مبيعاته من منتج معين أو أنا كمدير سلامة صحة معنية عاوز أعرف الإصابات متوسطة الإصابات اللي حصلت في السنة الماضية أو كذا عندنا مثلا في شهر 9 شهر 1 خمسة إصابات شهر 2 ثمانية إصابات إلى أن وصلنا مثلا شهر 11 أو 12 خمسة إصابات قال ليه أحسب ليه المتوسطة أقول له جدا أجمع البيانات دي كلها خمسة زايد تمانية زايد عشرة زايد تمانية زايد سبعة زايد تسعة زايد ثلاثة حداشر عشرة 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 اثناشر من غير أي ترتيب تصاعد أو تنازل أجمع وأكسمها عددها اللي هو 12 من شهر 1 إلى شهر 2 بتعبارة 12 أقول العدد 108 أكسمها على إطنائي بالتالي جماعة الوسط الحسابي وتسعة أمر سهل جدا أقول متوسط الوسط الحسابي أو متوسط الإصابات في كل شهر تعتبر تسعة طيب تسعة دي ما نحن أقول لكم الله شهر 1 كانت فيه خمسة وشهر 12 كانت فيه خمسة لها مثلا تكون عبارة عن تسعة الخمسة مثلا هنضفلها أربعة طيب الأربعة دي هنشيلها من ممكن نشيلها من الحداشر التمانية هنضفلها واحد ممكن نشيله من شهر التسعة العشرة هنشيل منها واحد مثلا نديه لشهر أربعة شهر خمسة محتاج لها اتنين نجيبه مثلا من شهري آكده في النهاية جمعناهم جسمناهم عادين وقالتك والله يا أخي المتوسط الإصابات في العام الماضي أو الوسط الحساب للإصابات في العام الماضي هي تسعة لمعدل الشهر كده فيه بتحلس يا شباب إنه أنا تقريبا في كل شهر كانت بتحصل عندي إسعى إصابات كون الإصابات دي نوعا شنو درجة كبدة تحديل آخر يبقى شباب دي الآن من الطبيقات العملية للوسط الحساب تكلمنا عن الوسط قلنا الوسط الحسابي هو جمع المفردات على عدد أما الوسط لا نحن عاوزين القيمة اللي بتتوسط المفردات إنه مثلا عندنا خمسة وتمانية وعشرة وسبعة وتسعة وحداشر وتلاتة عاوزين القيمة اللي بتتوسطهم انتقلنا إلى حقيقة نسمعناها الوسط ميديا قال هو باختصار جدا القيمة اللي بتتوسط مجموعة بيانات إحصائية وقلنا من مزايا الوسط إنه ينصف القيم إلى قيم إلى جزءين جزء أعلى وجزء أقل بسما يقول لك الوسط بتاع القيمة تسعة معتها الفي قيم أصغر من تسعة وفي قيم أعلى من تسعة وممكن من الأمثل اللي ممكن نستعملها هو الشاعة جدا في استعمال الوسط مثلا ككون أحسب الدخل متوسط أو متوسط الدخل السنوي للموظفين واحد قال لي عند المجموعة بتاع الموظفين لأنه نشوف الله المتوسط للدخل السنوي بتاعه كم هنا هنجي نحسب بالوسط تمام طيب قلنا يمكن استفادة من الوسط بشكل أفضل حتى من وسط الحسابي في حالة القيم المتطرفة أنا قبل قلتها من عيوب الوسط الحسابي إذا كانت القيم متطرفة لا يعتبر من قياس التقيق لكن في الحالة دي أنا بستعمل الوسط طيب كذلك إذا وجدت قيم مفقودة مثلا من واحد إننا خمسة ومن خمسة إننا عشر وكذا برضو في الحالة دي ممكن استعمال الوسط لأنه كلما كانت في قيم مفقودة الوسط الحسابي ما بكون عملي الوسط يكون مثلا أفضل وده بدي مثال الشباب أنه أنا جيد أعمال إحصائية لعدد الحوادث في العام الماضي أنا عيوني جديد كمشرف سلام وصحة معنية في مؤسسة ما فجيد أعمال أجمع البيانات المتاحة عندي في بيات العمل وجدت أنه في كميانات المتاحة عندي في بيات العمل وممهودة أنا ما قادر أتحصل على بيانات كافية أليقي مثلا بيانات شهر واحد موجودة شهر اثنين بياناته ما فيه شهر ثلاث رقيت بياناته شهر أربعة جزئيا فيه وجزئيا ما فيه ففي الحالة دي لا يمكن استعمال الوسط الحسابي كوسيلة دقيقة في القياس يعني هنا في الحادثة بنشوف بنشوف وسيلة أفضل طيب الوسيلة الأفضل هنا حتكون شهر هنا شباب أنه نحن بنبحث عن مقياس من نفس ما قايس النزعة المركزية يدينا حل أقرب للصواب يعني محل بعيد حل أقرب للصواب ويساعدنا كذلك في أنه نحن نصل إلى المطلوب بشكل أفضل فنقوم هنا الآن نمين نقول يا معا الأفضل في الحالة دي أنه نستعمل مقاييس النزعة المركزية نستعمل منها الوسط طالما أنا عندي قياس متطرفة وفي الحالة دي يا شباب فدي مزايا بتسخليك أنت بعدين لما تكون في أرض الواقع تستفيد من الخصائز نعم نحن ممكن نستعمل الوسط الحساب لحساب وممكن نستعمل الوسط ولكن في أوقات نقول ده أفضل وفي أوقات ده أقل وهكذا يبقى يا شباب الآن لو رجعنا للمفهوم السابق في أنه أحيانا قد أضطر أنه أختار قيم أخر مختلفة عن القيم السابقة هنا بجيب أشوف يا شباب إذا في قيم متطرفة أو شازة ما موزع التوزيع صحيح ده يدفعني أنه يا شباب أميل لطرف آخر قيم مفقودة مثلا أنا عندي قيم جاتني جاهزة بترتيب تصاعد أو تنازل خلاص أستعمل معها الوسط طيب الوسط ذكرنا في حسابات ومحتاجين لأمرين الأمر الأول نشوف عدد المفردات أو البيانات إذا كان العدد فردي خلاص طبعا في كل الأحوال سواء كان العدد فردي أو زوجي لازم نرتب البيانات يا إما تصاعديا أو تنازليا بخلاف الوسط الحساب في حساب الوسط الحساب كنا ما محتاجين للترتيب البيانات لأنه هنا أنا بجمعها وباقسمها على عددها انتهى الموضوع لكن في الوسط أنا عاوز المفردات التي تتوسط البيانات هنا لا أمر مختلف أحتاج لترتيبها تصاعديا أو تنازليا طيب رتبتها تصاعديا أو تنازليا إذا كان عدد البيانات فردي بيكون عندي وسط أو وسيط واحد وإذا كان عدد البيانات الزوجي بيكون عنديه اتنين نجيبها لقيمتين المتوسطات دين ونجمعها نكسيمها لعدد كأنه نجيب مسك أنه عملا وصل حسابي هنزادي طيب الكلام ده شباب عشان نحسبه نحتاج إلى أمثلة ده مثال لبيانات ده بيانات الآن مباسرة 68, 93, 65, 77, 86, 91, 95 قلنا أولا قبل ما أخوض في أي شيء لازم أن أرتبع يعني ما تصاعدي من الأقلة إلى الأعلى أو أكبر أو تنازلي من الأكبر إلى الأسفل كل واحد البيانات اللي لما انجمعتها لجيب عددها فردي بمعنى آخر العدد 9 أو 7 أو 11 من عدد فردي ففي حالة إنه البيانات كان عدد فردي بسهولة جدا نشوفها المفردة في الوسط نقول ده ده الوسيط خلاص لأنه على أقل منه ثلاثة وعلى منه ثلاثة يبقى الوسيط مباشرة أنه 85 لكن لو كان العدد زوجي زي المثال التالي أو شي قلنا رتبها تصاعديا أو تنازليا عندما رتبنا وجدنا العدد مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يبقى ثمانية ما ممكن نجيب نقطة تتوسطه حيكون في الحالة دي وسيتين خمسة ثمانية وتسعة وسبعين طبعا بعد مترتيبات تصوعدين أو تنازليا وين يصبح ما أسفل ثلاثة أو الأقعالة ثلاثة والأسفل ثلاثة طيب القيمتين ده لا يمكن نحن نقول والله عندنا وسيت اللي هو خمسة ثمانية وتسعة وسبعين لا لازم تديني قيمة نهائية هنقول اوكي الكلام بسيط جدا طالما العدد زوجي حيكون اننا قيمتين هي المتوسطات نجمعهم ونكسيمهم على عددهم كأنه بعد ما جيبنا القيمتين نجيب لهم ذات وموسط حسان نقول القيمتين اللي بيتوسطوا القيم إن خمسة ثمانية وتسعة وسبعين نجمع اللي بعض ونكسيمنا على اثنين تطلع القيمة الصافية هي اثنين وتمانين نقول ابقى الوسيط في الحالة دي هو اثنين وتمانين ليه لأنه قلنا كان عندنا العدد كان عدد البيانات الزوجي وبالتالي حتكون عندنا قيمتين يتوسطوا فنجمع القيمتين لبعض نكسيمه على اثنين تطلع القيمة الخلاصة يبقى نقوله الآن القيمة في الوسطين عبارة عن يبقى الوسيط هو اثنين وتمانين طيب الكلام ده في بيانات تعالوا ناخد المثال اللي أخذناك بشوية المتعلق بمبيعات الشركة ده الآن يشبه بنفس المثال والحمد لله هنا كانت فيه قيمتين متوسطان طبعا نحن الآن عندنا القيم دي وانا المشتريات في شهر خمسة شهر واحد شهر اثنين إلى شهر اثناشة قبل لما نجينا حسبنا الوسط الحسابي اللي هو المين بس جمعناهم طلع عددهم مية وتمانية قسمناها على اثناشة لددنا دي ساعة ماحتاجنا لترتيب تصاعدي أو تنازل لكن في حساب الوسيط نحتاج إنما نحسب الوسيط يا شباب لا بد من ترتيب البيانات فبدأي الآن لرتيبها ترتيب تصاعدي أخذ الثلاثة اللي عبارة أقل قيمة بعدها الخمسة بعدها السبعة خلاص يبقى لتوهم كلهم ترتيب تصاعدي عددها كما يا شباب طبعا إحنا عندنا نطنائر شاب يتلع عدد زوجي يبقى في الحد حتكون دي قيمتين طالما العدد زوجي طيب شباب لو تتبعنا ما لقم سيئنه العدد ده واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 تلاشر يبقى حيصبح يا شباب القيمتين دي هم الوسط التسعة والعشر اللي هو المسأل اللي واخدنا القيمة الأعلى هنلقى واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة القيمة الأدنى واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة يبقى القيم الذي تتوسط المفردات طالعاً قيمتين اللي هم تسعة وعشرة ليه؟ لأنه عدد البيانات طلع زوجي طيب هل نكتفي ب 800 رجلة؟ نجمع التسعة وعشرة ديل ونكسمهم علي اثنين تطلع القيمة اللي هي 9.5 اللي هي قيمة الوسيط اللي واجعة بين التسعة وبين العشرة يبقى نقول الوسيط اللي هو ميديا هو عبارة عن 9.5 يبقى القيمة التي تتوسط القيمة الأمامية أو المفردة التي تتوسط المفردة الأمامية عبارة عن 9.5 طيب يا شباب لو شدنا مثلا الثلاثة دي من هنا طلع العدد كم؟ 11 11 أكيد القيمة حتكون في النص هي واحدة أعلى منها خمسة وأدنى منها خمسة تطلع هنا يا شباب في الحاجة مثلا لو شدنا الثلاثة اعتبرها ما فيه نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى يجيما أن يصبح الوسيط هو عشرة وانتهى الموضوع ليه عشرة قيمة واحدة لأنه العدد البيانات بيقى فردي وعندنا القيمة التي تتوسط المفردات طالما الرقم 11 حتكون القيمة في النص اللي هي ستة أدنى منها خمسة وأعلى منها خمسة لكن لما كانت القيم 12 لما نكسيمها على اثنين بيطلع ستة نقول لا يتصبح القيمة شباب لأنه ستة تصبح القيم كم؟ القيمة السادسة والقيمة السابعة الستة أغلى منا خمسة وأعلى منا خمسة وكذا نكون أول جدنا الوسيط في سؤال أو استفسار لحد الآن يا شباب في الأمثل العملية التي عرضناها الآن أمامكم وبعدين تقيس على ذلك إيهام هندس إيهام هندس السلام علي وعليكم سأتفضل أولا ذكرت جمع جمع تليف الجدول من الأسفل للأعلى ما عليك بس كدعية السؤال الثاني أجدوا الأمامنا الآن دا أيوة طريت أنك ذكرت أنك جمعت من الأعلى للأسفل لا 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 ما في جمع بس ترتيب أنا ما جمعت أنا نرتبت فقط الوسيط لا نحتاج إلى جمع إلى ترتيب فقط نرتب البيانات طيب ذكرت اهام ذكرت أنت تقول من الأعلى للأسفل أيوة الترتيب تصاعدي أو تنازلي نعم ايه طيب بس ترتيب وليس جمع ترتيب فقط الجمع كان في الوسط نعم الجمع كان فيش في الوسط الحسابي هنا كنا بنجمع البيانات ونقسمع العددة هنا بس بنرتب فقط اه نعم نعم انا سمعت المعلومة هذه مع قطع الصوت سمعت دخل في بالي معلومة ثانية ولا يهم طيب في سؤال آخر نعم ليش اخترت التسعة على المين ما اخترت العشرة لا الاثنين مع بعض نحنا اخترنا اه المين قصت ايه نعم لا لا المين المين ده أمر آخر المين ده نحنا قلنا بنجمع البيانات ده كله خمسة زايد تمانية زايد عشرة زايد تسعة زايد سبعة زايد تمانية زايد ثلاثة زايد حداشر زايد عشرة زايد عشرة نجمع جمعي رياضي جاتنا قيمة مية وتمانية قسمناها على عدد اللي هو اتناشر طلعت التسعة ايه شباب الوسط الحسابي لا يحتاج الى ترتيب مفردات يحتاج فقط الى جمعها جمعي رياضي السلام عليكم استاذي انا كنت اهلة حاسبة وجمعته في انها قمت عدد اتناشر مجموعة مية وتمانية قسمنا مية وتمانية على اتناشر جاتنا التسعة اما الترتيب صحيح استاذ ممكن اشارك اتفضل اتفضل بس على عقب على السؤال اتفضل 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 احد ما قال ليش ما اخترت عشرة يا الوصلى هي تسعة او نصص صحيح الي يقولوا العدد الاوسط نعم صحيح انه لو اختار عشرة ونصص تعدة الأعدد الاوسط ايوا ممتاز ن احنا كده تناول نعم العدد الصحيح نعم بيقول منتصف بالضبط تسعة فاصلة ممتاز كده كده واضح جدا جدا طب على شباب يلا هنأخرج طب wildcat إن شاء الله رب العالمين. نرجع ناخد اللي هو الفئة الأخرى اللي هي عبارة عن المنوال. والمنوال هو اللي هو آخر مقاييس النزع المركزيين إن شاء الله. وبعدها آآ نخوض في في الباب التالي بزيلا رب العالمين. طيب يا شباب ناخد بليك عشرة دقائق بزيلا الله سبحانه وتعالى. نرجع إن شاء الله يعني بعد الساعة خمسة واربعين دي بزيلا سبحانه وتعالى. تمام? تمام. الله شباب بإكرام. جزاكم الله خير الجزاء. وسلام اشتركوا في القناة